اشتركوا في القناة طبعاً هذه أحد تجاوبي في السابق عبارة عن بكتيريا أخذتها من برك مائية هذه أيضاً بكتيريا أخذتها من برك مائية يوجد فصار كثيرة جداً من البكتيريا وهذه أيضاً فصار من النباتات دراستها في السابق اقشفت فيها ميكروبات وطيليات ودرست فصار الزهور المتوجدة فيها طبعاً هذا أحد النباتات التي درستها في السابق يعيش في فصل الشتاء ومنتشر جداً عندنا في فصل الأحساء اقشفت ميكروبات وطفيليات فيه وأيضاً هذا دراستها وفيه نسبة كبيرة جداً من الميكروبات والطفيليات المتوجدة فيه وكانت فيه فصار كثيرة جداً من الفطريات ممكن تلقون فطريات وميكروبات بنسبة كبيرة جداً هذا أحد النباتات أيضاً لدراستها في السابق ممكن تلقون فيه بكتيريا وفطريات وميكروبات لازم نكون حذرين في دراسة الميكروبات والطفيليات هذا أحد النباتات التي درستها في السابق مثلما تلاحظون حصل لحتة لأيوف ويوجد فيه فطريات نسبة كبيرة جداً وهذا أيضاً من النباتات التي درستها في السابق عبارة عن نباتات نوع من نوع خاص طبعاً هذا أحد النباتات التي درستها في السابق تشفت فيه نوع من نوع الفطريات والبكتيريا ومثل ما تلاحظون عليه بكتيريا الحين بنسبة كبيرة جداً واستعمارات متواجدة على أنسجته مثل ما تلاحظون هذه أحد العينات التي درستها في السابق عبارة عن نوع من أنواع التمر الهندي تشفت فيه فطريات وبكتيريا وفصائل أخرى مثل ما تلاحظون هذه العينات أيضاً درستها في السابق تشفت فيها فطريات وأحادي الأخلية وأنواع من الميكروبات والطفيليات القديمة جداً التي كانت تعيش في بداية كوكب الأرض هذه أيضاً بكتيريا أخذتها من براك المائية ودرست فيها البكتيريا المقاومة للمبادات الحيوية هذا أيضاً أحد النباتات التي درستها في السابق مثل ما تلاحظون وكتشفت فيه بكتيريا وفطريات وفصائل كثير من الديدان المجهرية وهذا أيضاً أحد النباتات التي درستها في السابق اكتشفت فيه نوع من نوع البكتيريا والفطريات مثل ما تلاحظون فيه مستعمرات فطريات فصائل كثيرة جداً وأيضاً هذا أحد النباتات التي درستها في السابق عبارة عن فصائل من نباتات طبعاً كان مصاب بضربة شمس مثل ما تلاحظون اكتشفت فيه البكتيريا والفطريات المتواجدة عليه ويعني فيه نسب كبيرة جداً من البكتيريا كونه يتحلل بسرعة هذا أيضاً أحد النباتات التي درستها في السابق وفيه نسبة كبيرة جداً من الفطريات والطحالب كونه يعيش جانب البرك المائية التي تكتر فيها خلايا الطحالب وفيه فطريات مقاومة للمضادات الحيوية مثل ما تلاحظون لونها أسود مثل ما تلاحظون هنا منطقة السوداء هي الفطريات المقاومة للمضادات الحيوية اللي حاولتني أقتلها ولا قدرت مقاومة للمضادات الحيوية أيضاً هذه أحد النباتات التي درستها في السابق في مختبري ودرست التلايف والميكروبات والطفائريات المتواجدة في جسمها هذه أحد النباتات أيضاً اللي درستها في السابق ومثل ما تلاحظون نباتات زحرية ويوجد عليه بكتيريا وطفائليات وفطريات ويوجد مخلوقات دقيقة كثيرة جداً هذه أيضاً أحد النباتات التي درستها في السابق يوجد فيها بكتيريا وفطريات وطحالب ويوجد خلايا يعني من أنسجة النباتات نفسها وبكتيريا وأنواع من أحادي الخلية أيضاً هذه أحد العينات التي درستها في السابق يوجد فيها أنسجة نباتات متليفة هذا أحد النباتات التي درستها في السابق يوجد فيها ميكروبات وطفليات بنسبة كبيرة جداً يوجد نباتات تكون فيها الميكروبات بنسبة كبيرة جداً وناصحكم أنكم تكونوا حاضرين في دراستها إن شاء الله سنكمل في الجزء الثالث